موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح من قلوبكم احنا معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل عشراء بكل بساطة وبكل معنى الكلمة نقدر نطلق عليه فضيحة عشراء فضيحة لجناحي الأمة الإسلامية على السنة وشيعة كل فئة فيهم ادعت أنها تمتلك عشراء ولها الحق المطلق فيه وفي نفس الوقت حاولت كل فئة أنها تجد ليها مخرج من أصل عشراء كونه يهودي وكون محمد قلد اليهود في صومه بالرغم من أنه مراجعهم المعتمدة أكدت على يهودية عشراء النهاردة بنعمة المسيح سنكتشف مع بعض حقيقة اليوم تعالوا مع بعض نشوف عنوان حلقتنا النهاردة عشراء قصة يوم سرقه محمد مشاهدين نحن نهاردة بنعمة المسيح سنديكم فرصة في المشاركات معنا ليس مثل المرات التي فاتت لكن سنبدأ نأخذ المداخلات من بعد أربعين دقيقة من الآن نرحب وحيد ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك وحيد أهلا فضوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع أنا عارف أن المادة عندك كثيرة وإحنا على أحرم نتجمر في انتظار الحلقة دي ونشوف حقيقة أصل اليوم عشراء قلنا ستتناول الحلقة كيف وبعدها نبتدع لكم في البداية أنا أشير إلى التطابق بين ما هو عند المسلمين وعند اليهود وهل هذه مصادفة أم لا ثم بعد ذلك في أربع أنا بسميم ضربات قاضية لكل من يدعي أن عاشراء ليس جزره وأصله وتاريخه يهودي صنفتم كده أربع ضربات قاضية دي مفاجأة حتكون في بختم بها الحلقة بنعمة الرب طيب ممكن تبدأ لو تهب أبدأ وأنا حأنطلق زي ما ذكرت أنت علشان المادة كثيرة وفي أي وقت تحبت توقفيني ووقفيني بداية أنا حأبدأ بفيديو رقم واحد للشيخ محمد ساعة مكان طبعا هو الشيخ أزهري بس هو دلوقت تفرغ للأعمال أعماله الخاصة بعد أن لم يستطيعوا أن يردوا عليه في أشياء أخرى كثيرة وسجنوه الرجل خرج من السجن وتفرغ لأعمال خاصة فأنا أأتي بهذا الفيديو ساعة مكان هو ملتزم بالأمور الدينية خلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى يعني السنة دي منصومش عشورة منصومش عشورة لا تسوعها يعني دي فاته من حضرتك إنه نحن منصومش عشورة سورة ومني ما فيش حاجة أسمع عشورة أصلا دي أسطورة وبجزوبة أنا عايز حد يجيب لي دليل على إن في حاجة أسمع عشورة فأنا أخذت الجزئية دي لأنه عاوز دليل وكأنه تحدي ونحن قبلنا هذا الأمر وسنقدم بالأدلة والبراهين الدليل على هذا اليوم وأصل أو يهودية هذا اليوم بداية أبدأ بهذا التقويم زي ما تشايفين حضراتكم هذا التقويم هنا العبري التقويم العبري وجنب الهجري والروماني والسرياني زي ما أنتوا شايفين شهر التشري العبري هو متناسب مع شهر محرم في التقويم العربي وهل هذه يعني مجرد مصادفة؟ خليني أقول لكم أنه من الصعب أن يكون مصادفة من 1400 سنة لحد النهاردة الشهرين ماشيين مع بعض خليني أقول لك مثلا زي ما أنت شايف كده ده التقويم الهجري ده الأجندة الهجرية شهر محرم وهو عندك فوق شهر محرم النهاردة مثلا يوم 8 بالتقويم بتاعنا يوافق يوم 28 محرم يعني النهاردة يوم 28 محرم يعني حتى لو أنت مش واخد بالك كيف يكون اليوم يوم 28 محرم ولو رحنا للأجندة العبرية ده كالندر فور أكتوبر 2018 إسرائيل حتلاقي يوم 8 هو يوم 29 تشري لأنهم طبعا عنديهم اليوم يبدأ بالليل فإذا اليوم اللي بيصادف عندنا يعني غروب الشمس إحنا لسه بيكون عندنا يوم 28 وبعض غروب الشمس بيبدأ اليوم فهو يوم تشري ده جزء مشارك يوم 28 وجزء مشارك يوم 29 لما ترجع بالأيام حتلاقي يوم 10 محرم متطابق مع يوم 10 تشري ويوم 10 تشري عشورة اليهود عشورة زي ما حنشوف بعد شوية يعني مثلا نخليك معايا هنا هذا يوم 8 فلو حطينا الأجندة يوم 29 مناسب ليوم 28 محرم فواضح جدا أنه ليس من المصادفة أنه 1400 سنة يكون التاريخين دول 10 محرم مع 10 تشري اللي هو عيد اليهود مستمر لحد دلوقتي هذه لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تكون مصادفة رأينا في الحلقات السابقة من أنه عند الأحباء المسلمين يوم 10 محرم هو يوم عاشوراء من واقع الحلقات ومن واقع هذا التقويم الذي قدمنا هذا العنوان عاشوراء المسلمين يوم 10 محرم يناسب يوم 10 أيضا في تقويم اليهود لكن قبل أن أسترسل عايز أحط شهادتين أو انتباه لمجموعتين بيمثلهم شخص من هنا ومن هنا سنة وشيعة من فهم أن عاشر محرم ما يلقب بعشوراء لا علاقة له إطلاقا بيوم انتصار موسى على فرعون يعني إحنا عارفين كذا والكتاب المقدس يذكر ذلك لكن أنا حبيت أسمع من الشيعة ومن السنة وبداية نسمع فيديو رقم 3 أنا لا أريد فيديو رقم 2 سأجعل احتياطي دعونا نرى فيديو رقم 3 ونرجع مرة أخرى أنا مؤخرا قرأت دراسة لأحد المختصين بقضايا التاريخ والأديان ما ذكر من رواية أو السند عليها في أنه في يوم العاشر من المحرم سؤال الرسول أنه كان اليهود كذا يفرحون في هذا يصومون هذا اليوم وذلك تثبت الدراسة أن اليوم الذي قصده حتى اليهود ليس يوم عاشر مسلما هو يوم العاشر من تشري حسب تقويمهم والذي يصادف في ربيع الأول ممتاز رائع جدا الأمر لا يحتاج إلى كثير من الدراسة الأمر يحتاج إلى شجاعة والعودة إلى كتاب الكتب إلى العهد القديم عشان تعرف أصل هذا اليوم كما سنؤصل ونوثق بنعمة الرف في هذه الحلقة هذا الأخ شيعي ومزيع مشهور وهو الذي يتحاور مع الشيخ كمال الحيدري طيب إذن شاهدوا من أهلها أنه لا يتناسب الفرق الذي انتصر فيه موسى على فرعون في الربيع وهو الفصح الفصح هو اليوم الذي خرج فيه شعب بن إسرائيل من أرض مصر وبداية الفطير الفصح والفطير هذه أعياد يهودية وهو اليوم الذي دخل فيه جيش فرعون في البحر وأطبق عليهم بأمواجه وماتوا هذا يوم يناسب يوم الفصح وليس بأي حال من الأحوال العشورة التي سنرى ونصره في الكتاب المقدس الأخ شيعي الآن نرى الدكتور محمد عيسى وهو أخ سني وباحث في الشؤون العبرية خلينا نشوف فيديو رقم أربعة ونرجع مرة أخرى بس على فكرة أنا بالتقصص العبري رجعت ده ودققت في التواريخ مع احترامي للحديث مع احترام لسان المخاري وأنا قلت ما فيش حاجة اسمها الصحيح بعد القرآن العظيم كل كتاب ينقض حتة سيدنا موسى هذا هو اليوم لنجى فيه الله موسى من فرعون وبنى إسرائيل هذا الكلام كذب غير سليم غير سليم وبتحدى الأمة ونحقق ونحقق في التواريخ ونحقق في التواريخ ونقدر نرجع الميلادي مع الهجري هيكتشفوا على الأقل المسافة بتاعة أربع خمس شهور نفس الكلام المسافة أربع خمس شهور بترجعوا للفزح وهذا ما بدأنا به أن اليهود امتحنوا رسول الإسلام وقدموا له معلومة خاطئة أن هذا هو اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون تلقف هذه المعلومة اعتقد أنها صحيحة وقلد اليهود في هذا الصوم وأمر به المسلمين وكان فرضا ثم حينما جاء رمضان توريكا وده بورينا أن هناك من السنة والشيعة من انتبه أن هؤلاء يعرفون ورسول الإسلام لا يعرف الرجل المقصود المفروض بالوحي وبالرسالة يخضع بكل سهولة وهؤلاء لمجرد دراسات بسيطة ومجرد حسابات بسيطة يعرفون الخذعة التي قدمها اليهود إلى رسول الإسلام في يوم عشورة بكل التشابك الذي فيه بين السنة والشيعة لا يمكن أن يكون حديث موضوع لأننا لا نتكلم عن حديث صحيح هذا تاريخ تاريخ وفقه وكم كبير من الأحاديث التي لا يمكن أن تكون مجرد فكرة واحدة أو كلمة واحدة نقول يمكن هي تكون متسوسة لا هذا تاريخ عاشه المسلمون إذن الآن السؤال إذن ما هو يوم عشورة نذهب للكتاب المقدس كتاب الكتب لنعرف من أين أتت تسمية عشورة وكيف تبع محمد اليهود في صومهم هذا وورط المسلمين فيه الذين يحاولون مرة والأخرى في فشل تعميم هذا اليوم إخراجه من أصله اليهودي إذن يوم عشورة عند الأحباء المسلمين عشرة محرم تعال معايا هنا نذهب إلى كتاب الكتب بهذا العنوان تاريخ عشراء اليهودي عيد الكفار العظيم يوم عشرة تشري نقرأ في اللويين 16 29 إلى 34 ويكون لكم فريضة دهرية أنكم تزللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وساطكم لأنه في هذا اليوم يكفروا عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة بس هنا في النصف إيه بقى خلي بالك هنا في الحتة دي بس كده بيقول في الشهر السابع في عاشر الشهر يبقى في الشهر السابع في عاشر الشهر يبقى عشرة هنا اللي بعدين حنشوف إزاي وصل التسمية اللي إلى كلمة عشرة أنا حكون سريع شوية زي ما ذكرت في اللاويين ثلاثة وعشرين وكلم الرب موسى قائلا أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم يعني من يوم تسعة غروب الشمس بيبدأ اليوم عند اليهود من الغروب إلى الغروب ولذلك اليوم التاسع العبري هو في حقيقة الأمر يشارك اليوم التاسع والعاشر لأنه قبل غروب الشمس بيبدأ يوم تسعة بعد غروب الشمس بيبدأ يوم عشرة ولذلك لاحظنا في التقويم الآن 28 و29 نفس اليوم تثبتون سبتكم أو تثبتون سبتكم يعني تتركون أعمالكم العادية ومعنى العبارة تسترحون استراحتكم لأن معنى السبت هو راحة أو استراحة طب يعني هو حتى هو بخالف في الحلقات التي فاتت التي شفنا حتى هو بخالف اليهود صوم تاسعاء أو نصوم تاسعاء يعني هي هي هو مورط فيها لأنه هم بيبدأوا الصوم من يوم التاسع بالنسبة إلى التقويم العربي فما كان حيامل شيء جديد بالمناسبة سفر العدد وأنا ما زلت فقط أتكلم الآن عن التاريخ كل ما قراناه الآن سيأتي مفصلا سفر العدد 29 وفي عاشر هذا الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس هل هذه مصادفة يناسب يوم عشر محرم صوم يأخذه رسول الإسلام أو يذهب إلى المدينة ويرى اليهود يصومون فيكون يناسب صوم يوم من أهم أو أهم أيام السنة على الإطلاق وهو يوم الكفارة العظيم نعم فالشيخ حيرانين إزاي يوفقوا اليوم ده فبيقولوا أي كلام يعني الشيخ عثمان خميس بيحاول أنه لأنه تايه هو مش عارف يوزن الأمور إزاي مع احترام ليه هو بيكذب كذبة كبيرة للتمويه والتغطية والتدليس يقول أن محمدا أخبر على حسابه حساب الشهور يعني يعني على حساب النبي في الشهور أنه اليوم العاشر من محرم ويقول أي اليهود على حسابهم هم ده جكد مصادفة يعني هو ما ذكر كلمة مصادفة لكن الرسول أنا عايزكم تلاحظوا الحتة دي وهو يقول أنه لكن الرسول قال يوم عشر محرم صدقوا الشيخ عثمان خميس يقول هذا الكلام بلا دليل خلينا نشوف مع بعض فيديو رقم خمسة ونرجع مرة أخرى بالنسبة لصيام عاشراء وأن اليهود لما رأاهم النبي صلى الله عليه وسلم يصومونه قال سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم فسألوهم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله به موسى هم على حسابهم الذي يحسبونه ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم أي في حسابه في ذلك الوقت أن هذا اليوم هو العاشر من محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن حق بموسى منهم في حسابه في حساب محمد رسول الإسلام يعني في حسابه أنه عشر محرم هذا الصوم بتاع عشورة يعني الشيخ بيتكلم يعني غريبة على حسابهم الأسبق من الإسلام حساب اليهود أسبق من الإسلام يوافق حساب محمد في عشورة ويكون دا يوم عشرة ودا يوم عشرة والواضح أنه محمد حينما سأل كان اليهود تماما هذا يومهم الذي يصومونه من أيام موسى وهو يوم مهم جدا وهنا يكون رسول الإسلام محمد سقط وإسلامه في مشابهة اليهود وتطابق هذا اليوم في الصوم مع اليهود وبشهادة رسول الإسلام من شابه قوم فهو منهم ومحمد شابه اليهود في هذا الصوم ثم أين قال محمد أنه اليوم العاشر من محرم أين أجد هذا في المراجع الإسلامية سؤال للشيخ هميستحديدا وكيف يكون حسابه العاشر من محرم خلي بالك من محرم العربي ويقول نحن أولى بموسى وموسى يهودي ومحرم عربي يا جماعة أعقل وهذا الكلام الموضوع بسيط اليوم مسروق وهذه إضاءة تساعد المسلم الباحث عن الحق ليصل الشيخ الشيخ مش عارف يقول إيه وعيب عليك يا الشيخ خميس تحرف في كلام محمد إياك ستتبوأ مقعدك من النار هو بصراحة في كل الحالات سيتبوأ يعني هو يعني كيف محمد نجح في أنه يعمل حساب لي وجمع الحساب بتاعه اللي جاء أنه هو في العاشر وفي نفس الوقت هو أصلاً الموضوع ما كانش بيعرف عنه حاجة يعني هو دخل إيه ده اللي أنتو بتصموه صحيح فبسرعة كده يعني الزهن الحسابي يعني الكمبيوتري بتاع محمد جاء العاشر من المحرم الشيخ مورط أنا أفهم هذه الورطة وحتى طريقة كلامه هي شيء غير مدروس يعني هو بيقول أي كلام لكن محمد حسب حسابه حسب حساب رسول الإسلام قال نحن أمة لا تحسب وهو بيقول لك حسب حسابه على كل هذا أمر يبقى التطابق في التاريخ عشرة عشرة هل هذه مصادفة؟ هل مصادفة التقويم العبري يستمر إلى اليوم مع التقويم العربي؟ مصادفة؟ طيب أذهب إلى مصادفة أخرى وهي ليست كذلك بهذا العنوان عشراء المسلمين يوم صوم بين الفرح والحزن ونشوف هل هذه أيضا مناسبة؟ خلينا نشوف فيديو رقم ستة ونرجع مرة أخرى شيخ العرفة للي يوم عشورة الآن كلام نعم أي يوم فرح ولا يوم فزن نعم الحسن نقدر نقول شيخ الإسلام التمير رحمه الله يقول يجتمع فيه جانبان يجتمع فيه الفرح والسرور يجتمع فيه حزن يقول ولا يعني لا يستغرب هذا الأمر لا يستغرب هذا الأمر بس ما عنده فقهيا لي عنده الحزن وعنده ما أحد تقول عنه شان الحسين يعني هذا أمر مفروض خاص بالشيعة لكن لا مشكلة أنا عايز أنا دوري النهاردة أقول لك ما هذا التطابق لأن عند اليهود الأمر كذلك خلينا شوف معي الأنوان ده يوم فرح وحزن يوم فرح وحزن هذا اليوم وبالدليل من كتابنا المقدس طيب عشراء اليهود يوم صوم فهل هو يوم حزن أم فرح طيب أنتقل إلى اللويين 16 يقول ويكون لكم فريضة دهريا أنكم تذللون نفوسكم الوطني والغريب النازل في وسطكم وتذللون نفوسكم فريضة دهرية وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة ثم يقول هذا الكلام في الشهر السابع في عاشر الشهر طيب أنا طبعا تذللون نفوسكم ده أصلا في في المفهوم الكتابي يعني الصوم وحزبته ده الوقت يعني الصوم في اللويين 23 وكلم الرب موسى قائلا أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم تذللون نفوسكم إن كل نفس لا تتزلل في هذا اليوم عيني تقطع من شعبها فتتزللون فتزللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء يعني من غروب الشمس يبدأ اليوم العاشر من المساء إلى المساء تثبتون ثبتكم وعشان شرح لأحبائنا المسلمين ربما لا يفهم معنى التزلل المقصود هنا به الصوم أقدم فقط موقعين في الكتاب المقدس أولا في مزمور 35-13 داود النبي يقول أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحا أزللت بالصوم نفسي يعني لما إنسان يتزلل في الفقه الكتابي معناه هو بيصوم للسيد الرب أخذ من موقع آخر وهو من سفر أشعياء 58-53 يقول لماذا صمنا ولم تنظر زللنا أنفسنا المرادف للصوم ولم تلاحظ ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة أمثل هذا يكون صوما صوم أختاره يوما يزلل الإنسان فيه نفسه يحني كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا ثم يقول هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الزليلة هي النفس الجوعانة جائعة نعم أنه النفس الجائعة اللي هي ما عندهوش يأكل ولا يشرب أنت بتصوم لكن تطعم هذه النفس الزليلة ففي الموقعين تكرر أكثر من مرة التزلل للرب في هذا اليوم نعم وكان العنوان بتاعي هو يوم فرح أم حزن نعم هنا الآن الحزن على خطاياهم لأن اليوم ده هو يوم التزلل عن خطايا السنة الماضية كلها طيب يوم خشوع يوم ترقب لأنه في علامة هل الرب سيقبل صومهم أو لا عافوا هل سيقبل غفران خطيتهم أو لا نعم إذن متى يكون الفرح في عشراء اليهود إذا كان كل اليوم ده بيبدو وهم متزللين وصايمين وفي خشوع وقراءات طويلة جدا في هذا اليوم متى يبدأ الفرح نرجع لكتابنا المقدس الكتاب العظيم هتلاقي فيه الأسئلة بتاعتك متى يكون يوم وقت الفرح المفروض في عشراء اليهود اللاويين خمسة وعشرين تسعة ثم تعبر بوق الهتاف في يوم الكفارة تعبرون البوق في جميع أرضكم وهنا في الشهر السابع في عاشر الشهر يعني في الشهر السابع ده نفسه نعم لكن بعد ما يعمل التقص الطويل ويخرج رئيس الكهنة بعد أن يقدم دم الكفارة في قدس الأقدس يخرج من قدس الأقدس متهللا لأن علامة خروجه حيا من قدس الأقدس أن الرب قبل هذه الذبيحة وبالتالي أول ما يخرج الكاهنة يكون الشعب في ترقب في الخارج في توجس هل سيخرج إذا خرج معناه الرب قبل نعم إذا لم يخرج إذن الرب لم يقبل غفران خطية هذا الشعب مجرد خروج الكاهن من قدس الأقدس علامة قبول الرب لغفران الشعب وهنا يبدأ التهليل يبدأ الفرح لكذا في الحلقات إحدى حلقات السابقة أنا قلت اليهود عندهم حدث يحولهم من الخشوع والتزلل إلى الفرح أنت عندك إيه؟ عشان تخليه يوم فرح ويوم حزن هو بيكون إلى وقت معين هو في خشوع وفي رهبة وفي خوف ثم ينتقل إلى الفرح لأن الأمر قبل أنت مش ممكن تعيش المشاعر نفسها دون أي حدث تعيش فرحان بس حزين وليس حيبقى فيه توقيت عندهم هو كل اليوم اليوم كله تعيشوا حزين وتعيشوا فرحان بالضبط كذا هنا في حدث بين قل إذن في ختام يوم الكفارة كل إسرائيلي مدعو أن ينادي في الأرض بالنفخ في البوق اسمه بوق الهتاف الهتاف في الانتصار علامة على أن أباهم السماوي غفر لهم خطيهم يوم الغفران اسمه يوم الغفران يوم كيبور كفارة وأنهم نالوا رحمته وفيه حينما يصادف هذا اليوم أيضا اليوبيل بيكون فيه راحة وعتق للعبيد إلى آخره السؤال هنا هل في جزيرة العرب كان اليهود لديهم أبواق ولا لا أنا مستغرب طبعا ابن تيمية بيقول لك ما فيه مشكلة يكون فيها فرح وفيها حزن علشان برضو نشوف أنه رسول الإسلام كان شايف اليهود فيه حزن وفيه فرح في نفس الوقت وهو لا يعرف لأنه الأمر تقصي بحت فإيه اللي كان بيحصل عايزة بيتفقت هنا في هذا الحديث أنه اليهود في جزيرة العرب كان لديهم أبواق وإذن كانوا يبوقون في هذا اليوم في فرح وتهليل حديث رواه عبد الله بن عمر حدث به الألباني في صحيح بن ماجا خلاصة حكم المحدث صحيح وبن كثير ابن كثير في الأحكام الكبير خلاصة حكم المحدث إسناده جيد له شاهد ورواه أيضا هذا الحديث عمومة أبي عمير بن أنس حدث به الألباني في صحيح أبي داود وخلاصة حكم المحدث حسن وأيضا حدث به بن حجر العسقلاني في فتح الباري إسناده صحيح أن النبي استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة أنا زي ما قلت لكم قبل ذلك الإسلام هو تقليد ما عنده شيء شايف المسيحين بيعرفوا إزاي يجمعوا الناس للصلاة وشايف اليهود بيجمعوا الناس إلى الصلاة طب إحنا هنعمل لازم يكون عندنا حاجة تجمع الناس للصلاة مقلد ليس أكثر من ذلك ليس لديه ابتكار إلى اليوم ابتكار في الشر والفساد وده ما أسهله يعني عايز يشوف الناس دول إذا يجمعهم للصلاة ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى مش مشكلة موضوعنا النهاردة مش المسيحيين طيب هنا فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود عشان اليهود عندهم بوق هنا إحنا مش عايزين نشابهم إذن هل هذا التطابق بإنه يوم عشر محرم يوم حزن وفرح عند المسلمين وبالتالي مباشرة نجده أصل هو يوم فرح يوم حزن يليه فرح عند اليهود يعني الموضوع مش بس رقم عشر الموضوع مش بس هو رقم أو تاريخ موافق لتاريخ لا عزيزي الأمر السنة أخذوا ما أرادوا منه والشيعة أخذوا ما أرادوا منه وعادة مع احترامي للكل لما تلاقي فيه للصين ثلاثة بيسرقوا بعد ما بيسرقوا بيختلفوا في التقسيم كل واحد عايز النصيب الأكبر وهذا اللي حاصل دلوقت اليوم أصله مسروق وانتوا وردتوا من رسول الإسلام بأنه أخذ هذا اليوم من اليهود أعيز أنتقل لتطابق آخر لو ما عندك عايزة بس أتأكد منك في حتة أنت قلت أنه اليوم ده هو يوم الغفران نعم هل هو يعني أنا أعتقد أننا سمعتك بتقول أنه بيكفر خطايا السنة كلها اللي فاتت طيب بس دي نقطة نجاية طيب ما تسأليني عنها دلوقتي لأنه مش عايز أسبقها طيب لكن يعني واضح أنك أنت برضو يعني ملمة بالموضوع وكنت حتذكرها بس أنا سايبة في وقتها طيب العجيب بالموانسة هذه النقطة القادمة طيب يعني هو اليوم بيكفر خطايا السنة أهو عاشراء المسلمين سنة وشيعة يكفر خطايا السنة الماضية نعم فلنرى هذا الأمر أولا في المراجع السنية والشيعية وبعد كده نشوف هل هذا يتطابق مع يوم اليهود في الكتاب المقدس عجيب هذا الأمر الموضوعات الكبرى لابن الجوزي كتاب الصيام باب في ذكر عاشراء قال وقد صح أن رسول الله أمر بصوم عاشراء إذ قال إنه كفارت السنة مرجع سني آخر روا هذا الحديث أبو سعيد الخضري حدث به المنذر في الترغيب والترهيب خلاصة حكم المحدث عسناد حسن من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة أمامه وسنة خلفه طيب عاشراء ومن صام عاشراء غفر له سنة سنة طبعا السنة الماضية الراوي أبو قتاد الأنصار المحدث ابن عبدالبر في التمهيد خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح وفي صحيح مسلم في كتاب الصيام أن رسول الله سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية السنة اللي فاتت واللي جاي وعاشراء فقال وسئل عن صوم يوم عاشراء فقال يكفر السنة الماضية يعني إذن في صحيح مسلم مؤثق إنه يكفر السنة الماضية خلينا أروح لمراجع الشيعة دي سنة طيب الشيعة الاستبصار للشيخ الطوسي جزء 2 صفحة 134 135 وفي جامع أحاديث الشيعة السيدة البروجردي جزء 9 والصفحات أمامكم عن جعفر عن أبيه قال صيام يوم عاشراء كفارة السنة جامع أحاديث الشيعة السيدة البروجردي أيضا وسائل الشيعة للبيت المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي أيضا أن علي قال صوم العاشراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب السنة عن جعفر عن أبيه قال صيام يوم عاشراء كفارة سنة في الجعفريات أيضا وجدت بإسناد عن أبي جعفر قال كان علي يقول صوم يوم عاشراء التاسع والعاشر احتياطا فإنه كفارة للسنة التي قبله وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه يبقى إذا سنة وشيعة النازل بيتكلموا عن إنه يوم عاشراء بكفر سنة عايزة وستقل الكلام ده من فم الشيوخ أيضا قبل أن أذهب للكتاب المقدس فخلينا نشوف مع بعض فيديو رقم سبعة ونرجع مرة أخرى صيام يوم عاشراء سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر فضل صيام عاشراء أنه يكفر السنة وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه صامه منذ قدومه إلى المدينة في ذكر فضل صيام عاشراء أنه يكفر السنة في ذكر فضل صيام عاشراء أنه يكفر السنة فيسن صيامه شكرا لله تعالى وتعظيما له وجعل فيه أجر عظيم وهو أنه يكفر سيئات سنة كاملة عجيب يكفر سيئات سنة كاملة صوم عاشراء الشيخ المنجد ومن قبله الشيخ فهد بن عبد الرحمن طيب هل الكلام ده لما أنا ببساطة أرجع للكتاب المقدس وأجد أن هذا اليوم هو فيه نفس المفهوم يكفر خطايا السنة السابقة هل هذه تبقى صدفة برضو من ضمن المصادفات ولا الأمر برمته كده تم سرقته خلينا نشوف كتابنا العظيم تحت هذا العنوان عاشراء اليهود يكفر خطايا السنة الماضية سفر اللاويين 16 ويقرب هارون ثورة الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته أول شيء التكفر عن الكهنة لأنهم هم الكبار الفهمين المفروض فيتم التكفر عنهم ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بن إسرائيل كل خطايا بن إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم ثم يقول ويعمل هارون هنا هو في النص عشان لازم يكونوا فهمين محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب ويكون لكم فريضة دهرية أنكم خلي بالك من الكلام في الشهر السابع في عاشر الشهر الوطني والغريب النازل في وسطكم لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون ويكفر عن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر وتكونوا هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة أنا لسه أقرأ من اللاويين بس لازم نعلق على الكلام غريب مش كده عجيب أنه اليوم أصله عند اليهود في الكتاب المقدس يوم صوم ويوم عيد ويوم تقديم ذبائح لتكفير السنة كلها السابقة ولذلك يسمى عيد الكفارة العظيم يوم الكفارة يوم الغفران كثيرون يعرفونه بهذا الاسم يوم الغفران غفران الخطيئة هل دا مصادفة أحباء المسلمين أنه يكون اليوم عند الأحباء المسلمين سنة وشيعة هو يوم غفران خطايا يكفر خطايا السنة الماضية وهو بذاته يكون يوم غفران عند اليهود مصادفة شوف المصادفات وراء بعض هي في حقيقة الأمر تطابق وليس مجرد مصادفة سمحي الأقرى من اللاويين فضل عشان أكمل الجزئية اللاويين 23 في نفس الحدث وَكَلَّمَ الْرَبُّ مُوسَى قَائِلًا أَمَّا الْعَاشِرُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ السَّابِعَ فَهُوَ يَوْمُ الْكَفَّارَةِ يَوْمُ الْغُفرَانِ لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم وهنا في بعد اللهوتي لازم أذكره بعد كده أديك الفرصة البعد اللهوتي في يوم الغفران أنا ذكرت منذ قليل أن رئيس الكهنة يدخل ليقدم الزبيحة عنه بداية الزبيحة الأولى عنه وعن كل الكهنة يخرج يقدم الزبيحة عن الشعب وبعد ذلك فيه طقس آخر حينما يخرج وهنا يبدأ الشعب في فهم أنه قبل الرب هذه الزبيحة من أجل الكهنة ومن أجل الشعب فيحدث الفرح يبدأ هنا الفرح يبدأ التبويق في المفهوم اللهوتي أن المسيح له كل المجد حينما صلب على الصليب وهو الزبيح الكفاري وصعد إلى قدس أقداس السماء مقدما زبيحة نفسه علامة ودليل أن هذه الزبيحة قبلت تماما حل الروح القدس على الكنيسة وحصل الفرح وكأن الروح القدس اللي حل على الكنيسة هو خروج رئيس الكهنة متهللا أن الزبائح قد قبلت فالبعد اللاهوتي المسيحي هذا هذا بعد رائع جدا صعب أن محمد أو أي مسلم يدركه لأنه في صلب اللاهوتي الكتابي فإذا أرجع هذه الجزئية كان لابد أن أذكره أرجع الآن وأقول هل هذا مجرد مصادفة ولا إحنا بنتكلم عن تطابق لا يمكن إغفاله ولا بد أن يقف عنده المسلم الباحث تحديدا اللي بيهمه الحق الإلهي علشان يعرف أنه كما سرق عشرة بكل بساطة صدقني عزيزي لو سمحت فكر أمور كثيرة سرقت أو عكتول أنه آه هذه يعني شوف الكتاب القرآن في أشياء كثيرة يعني مشابهة لليهود وكتاب اليهود هذه ليست أيضا مصادفة رسول الإسلام موجود بين اليهود في جزيرة العرب يمتحنونه يختبرونه يسألونه وبالتالي هو يأخذ مما يسمع ويضع في قرآنه أتت لذلك كثير من القصص مشوهة لأنه يسمع وبعدين طبعا في لازم شوية الرتوشات التي يضعها أو حتى لو سمعها وهي ليست سليمة من بعض اليهود أو قصدوا أن يسمعونها له بهذه الطريقة المش مزبوطة هو ما يعرف لا يعرف فريق بين تلمد ولا فريق بين كتاب مقدس طورة صحيح وغالبا ما كان موجود أيضا في أيدي هؤلاء التلمود أكثر مما التورا اللي كانت لا تخرج إلا في مناسبات معينة إذن عشراء اليهود هو يوم كبير لدى اليهود السنة أخذوا منه بعض الأشياء الشيعة أخذوا بعض الأشياء وزي ما ذكرت منذ قليل اختلفوا في النهاية ما في أي علاقة بين عيد الكفارة وبين موسى وفرعون خالص نجاة موسى موسى زي ما ذكرت في البداية ده خاص بعيد الفصح نعم بوجودهم في أرض مصر لم يكن أصلا أسسا يوم الغفران يوم عشر تشريد نعم أصلا لم يكن قد تأسسا لسه نتكلم عن الفصح وفي خروجهم كان عيد الفصح يليه مباشرة مع غروب الشمس الفطير وبالتالي فرعون وجنود هلكوا في هذه المناسبة الخاصة بعيد الفصح والفطير وهي بعيدة زي ما ذكروا أحبان المسلمين الشيعة وسنة من شوية دي في الربيع تقع في الربيع لأنها مناسبة لعيد الفصح أنتقل إلى عنوان آخر تفضل أنتقل إلى مصادفة أخرى وكما ذكرت هي في حقيقة الأمر تطابق وليس مصادفة عشراء المسلمين يوم عطلة لا عمل فيه وبالمناسبة في دول تنتمي إلى السنة بيعملوا يوم عطلة كما قرأت لكن خلينا أرجع للمصادر مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي وهذا مرجع شيعي الفصل السابع تحت أعمال شهر محرم تحت اليوم العاشر صفحة 374 اليوم العاشر يوم استشهد فيه الحسين وهو يوم المصيبة والحزن للأئمة وشيعتهم وينبغي للشيعة أن خلي بالك ينبغي عليهم إيه يمسك فيه عن السعي في حوائج دنياهم ما فيش شغل ما فيش عمل ما تشتغلش خد إجازة يمسك فيه عن السعي في حوائج دنياهم وبعد كذا وأن لا يدخر فيه شيئا لمنازلهم وأن يتفرغ فيه للبكاء والنياح وذكر المصائب يبقى هنا دلوقتي يوم عطلة نعم هل ده تشريع في القرآن ده تشريع خاص بعاشراء المسلمين أنهم شلوه زي ما هو كده نعم وزي ما ذكرت السنة خدوا شيء كل الطقس والشيعة خدوا شيء نعم دعونا نسمع الكلام هذا من شيخ شيعي الشيخ حسين الشبر وهو يتكلم عن أنه ما تشتغل يوم عاشراء نسمع فيديو رقم 8 ونرجع مرة أخرى ومن آداب يوم عاشراء ترك السعي في الحوائج ترك الدراسة ترك العمل هذا مبدأ من مبادئنا بالنسبة للطلبة لا يذهبون إلى المدارس لا المرحلة الابتدائية ولا المتوسطة ولا الثانوية ولا حتى في دراسة الجامعة ولا في الكليات المختلفة أبدا يوم عاشراء ليس يوم عمل وليس يوم دراسة كذلك بالنسبة للدوام حاول تلقى لك إجازة سنوية أو تاخذ استئذان من المسؤول المهم يوم عاشراء نحن الشيعة لا نذهب إلى الأعمال وأيضا أبناؤنا لا يذهبون إلى الدراسة هذه قضية مبدأ يعني في كل السنوات وفي كل البلدان يوم عاشراء ليس يوم عمل ليس يوم دراسة وإنما هو يوم متفرغ للعزاء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام وفي هذا المجال أقرأ لكم رواية الإمام الرضا عليه السلام يقول من ترك السعية في حوائجه يوم عاشراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة جايزا زي ما أنتم شايفين يوم عند الأحباء الشيعة يوم عطلة وبعض دول السنة أيضا يوم هذا اليوم فيه عطلة ونرجع لكتابنا المقدس بعد شوية وحتشوفوا أنه عجيب أنه الأصل في التوراة أن هذا اليوم ممنوع فيه العمل هل هذا هيكون صدفة بعد شوية هنشوف تسمح ليأخذ بعض المدخلات طيب خلينا نأخذ جيرجيس من أمريكا ألو سلام للأسرة المقدسة سلام نعم فدوى وحيد ربنا بارككم ويستخدمكم لمجد اسم المقدس أنا عايز أقول أن يوم كيفور أو يوم الغفران اللي هو كان العاشر من رمضان عندنا هو اللي اخترت القيادة المصرية والقيادة السورية عشان حرب ستة أكثور وبعدين هم اختاروا القيادة اخترتوا بالذكاء عشان زي ما حضرتك بتقول أن الياروت بيكون صايمين فيه ولكن الجسوس في العميل الأشرة باروان زوج بنت عبد الناطر بلغ القيادة اليهودية في الصباح فاستاته الاحتياطي والأولى كده كانت القوات المصرية خلت المضايق ووصلت للسدود المصرية الإسرائيلية وكان الوضع للحرب اختلف تماما يعني لكن هو ده التقليل اللي حضرتك بتقول أن اليهود فيه بيكونوا صايمين ومتبليلين عشان كده القيادة المصرية والسورية اختاروا هذا اليوم بس ده اللي أنا عايزة أقوله يعني مش مصطفة هذا الاحتيار ومش عايتين نقول على مين اللي خلى أشرف مراوان جاسوس السادات هو اللي خلى جاسوس لأنه اللي خلى يتجاسس على بيض عبد الناصر ويسلاء لفظ عبد الناصر طيب طيب ده موضوع بعيد عننا خالص أخ جرجس لكن اختيار هذا اليوم من القيادة المصرية ليه تمام تمام واضح صحيح هذا اليوم من القيادة المصرية والسورية شكرا لك ربي بارك شكرا أرجو صلاتكم من أجل ومن أجل سلامة الكنيسة والعجل آمين ربي بارك صلاة كل الأحباء المسيحيين طيب خلينا نأخذ زكريا من المغرب ألو زكريا أهلا بك يا أخ زكريا تفضل أشكر في البداية على برنامج التالي الذي يقع المستوى الأكاديمي لأنه به وبتالي نتقي إلى فهم الدين وفي البحث الأكاديمي أني أفرح لما أشهيد برنامج لكم الرائعي أما بخصوص عشراء قد كان محتفل بي يهود وكذلك الجار الستيون ويصومون لقد سنتخل العرب والشياء من العرب العيل واللوم وهو يوم العضل وهنا بالمغرب لم تتحدث أخوة حدا هدد الضحايا عشراء 2018 و2017 عشر القتلى مئات رزاحت المستثنية وهذا بسبب المطقة النار المستغيل وماء قطع وماء القطع وتلوث الشوارع وإصابة الناس بضيقة نفس تمام بسبب تتكلم يعني أنت تتكلم عن ألعاب نارية واحتفال بينهم بيولعوا النار وكذا وبيكون في إصابات تمام يعني هو يوم احتفال عنديكم في المغرب الليل يتحول إلى ليل غريبة يعني الليل يتحول إلى مصرح لانيم درس بمقاطع والمفرقات وسأرسل لك مقاطع بيجوات لعدد الإصابات صحيح 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 أخ زكريا تمام تمام فهمت المداخل أخ زكريا أنه مفرقات واحتفالات في هذا اليوم وريد نعم في المغرب يتحول ليلة ساعة صبرة وثلاث أيام بعدها إلى أيام جريمة يعني أيام جريمة تمام طيب شكرا تحدث عن في حلقة المقبلة عن التعليم بالمغرب وعن الكتب المدرسية المدى يغرير ويرون المدى الطبية الإسلامية تمام تسبب فاضحة لو أنت عندك هذه الكتب يا أخ زكريا لو عندك هذه الكتب يريد ترسله لو أنت سامعني طيب واضح أن الصوت عند أخونا زكريا أشكرك أشكرك ارسله اكتب إلى الأخ وحيد وبنامة الرب ستوصلني أشكرك الرب يباركك شكرا لك يا أخ زكريا أشكرك عزيز المبارك الله يبارك وأنا كمان أحبكم شكرا 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 لك وتحييتنا لكل الأحباء في المغرب الله يبارك الله يباركك طيب يبقى إذن هنا إحنا شفنا أنه عند عشراء الإسلام فيه عطلة نعم وفي عطلة في بعض الدول التي تابعة للسنة أيضا نعم وفي المغرب عيد صحيح طيب هل مصادفة لو وجدنا هذا في الكتاب المقدس طيب خليني نرجع إلى كتابنا العظيم عشراء اليهود أو اليهود يوم عطلة محفى المقدس نقرأ في اللوين 16 ويكون لكم فريضة دهرية أنكم كل عمل لا تعملون الوطن والغريب النازل في وسطكم سبت سبت عطلة هو لكم سبت عطلة هو لكم فريضة دهرية وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة التاريخ امت في نفس الآيه في الشهر السابع في عاشر الشهر يبقى عند اليهود عاشراء بنصوص مقدسة آيات مقدسة واضحة أنه ما تعملوش ده بالعكس في التشديد على عدم العمل في اللوين 23 في هذا اليوم يعني نقرأ في اللوين 23 وكلم الرب موسى قائلا عملا ما لا تعمل في هذا اليوم عينه لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيدوا تلك النفس من شعبها التاريخ في الآية ايه أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم عملا ما لا تعملو زي ما احنا ذكرنا ويكمل في اللوين 23 على التشديد على عدم العمل فيقول عملا ما لا تعملو فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم إنه سبت عطلة لكم في تاسع الشهر عند المساء تبدأ عشورة عندهم من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم سفر العدد وفي عاشر هذا الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس عملا ما لا تعملو بردو دي المشية مصادفة يعني كله هيجي كده مصادفة التاريخ عشر محرم عشر تشري وهنا في صوم وهنا في صوم وهنا صوم وفرح وهنا صوم وفرح وهنا يوم بكفر السنة وفران خطية وهنا بكفر السنة وفران خطية ودلوقت هنا عطلة وهنا عطلة كل دي مصادفات ولا اليوم مسروق فعلا ده اللوجيك العقل المنطق بيقول كده يعني لو طلع لك حد مسلم وقال لك ده اليهود هم اللي أخذوا من محمد مش العكس لأنه بيحصل بيقولوا كلام سيدي موضوع بسيط جدا هل الأقدم التوراة ولا محمد ما أنا أقرأ الآن من إيه أقرأ من التوراة قبل المسيح وقبل محمد نحن نتكلم عن 3500 سنة من الآن كم عمر الإسلام وبعدين هو لما دخل المدينة لاجي اليهود بيصومه فسألهم إيه ده قالوا الدول معلومة خاطئة اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون احنا أولى بموسى وراح صايم يبقى إذن في معرفته لليهود يدب يتعرف عليهم لقاهم هم بيصوم يبقى زي أخذوا أخذوا هم منه من وجد من يصوم هل محمد وجد اليهود يصومون هذا اليوم أم أن اليهود وجدوا محمدا يصوم هذا اليوم نعم لا الأدلة كثيرة جدا ويعني هتكون ضد الأحباء المسلمين مراجعهم نفسها يعني هي الموضوع واضح ما فيش أوضح من كده بس أحيانا كده بيطلع لنا بعض الأحباء المسلمين لا كويس أنا بشكرك أنك بيتسأل الأسئلة اللي ممكن تكون موجودة عندهم نعم هاخذ عنوان تاني فضل هاخذ هذا العنوان عشراء المسلمين يوم تغيير كسوة الكعبة يعني ده برضو غريب إيه علاقة كسوة الكعبة بعشراء بس انت حتشوف الاختراق اليهودي إلى أي مدى حديث روته عائشة وم المؤمنين حدث به البخاري في صحيح البخاري خلاصة حكم المحدث صحيح كانوا يصمون عشراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة انت مسلم بس اسأل نفسك ليه الكعبة تستر في عشراء ايه علاقة عشراء بالكعبة بيش ده سؤال يستحق برضو ولا لا انمشي الامور كده فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الصوم الامر بصيام عشراء واما صيام قريش لعشراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف لعلهم اكيد طبعا خدوا هو قريش هتجيب صوم عشراء من فين المهم يقول ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك يعني كانوا بيكسو الكعبة في عشراء مع علاقة الكعبة بعشراء ولماذا في عشراء خليني أذكر لك حديث آخر اللي رواه ابن زيد بن سابت اللي هو كاتب القرآن زيد بن سابت يعني وأشهر واحد في جمع القرآن وكان الناس تجيب النصوص لزيد بن سابت رواه خارجة ابن زيد بن سابت حدث به بن حجر العسقلاني في فتح الباري لبن حجر خلاصة حكم المحدث اسناده حسن عن زيد بن سابت قال ليس يوم معاشراء باليوم الذي يقول الناس إنما كان يوم تستر فيه الكعبة ذهبت أنا إلى تفسير الحديث في الدرر السنية يقول في الحديث معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة هو إيه مش رمضان وهو يوم عاشراء الدرر السنية ده تفسير حديث طبعا هم بيستعينوا بالتفسير القديمة أنا عايز بقى هنا أشير إلى التأثير اليهودي الواضح في هذا الأمر لدرجة أنه عاشراء يعني يتم فيها كسوة الكعبة بصع عزيز المشاهد ياريت نكبر الصورة دي زي ما أنت شايف كده التشابه بين الكعبة وبين خيمة الاجتماع عند اليهود دي خيمة الاجتماع عند اليهود سوداء بالمناسبة جلود التخص كلاب البحر وهذه هي الكعبة وتستغرب أنه يعني لهذا الاختراق اليهودي فما الذي يحدث في خيمة الاجتماع في عاشراء تستعجب من هذا الأمر واسمعي في عاشراء اليهود أيضا هو يوم تتشين خيمة الاجتماع وتطهيرها من خطايا السنة الماضية يعني حتى الخيمة خيمة الاجتماع يتم تتشينها في عاشراء في العاشر من الشهر خلينا أقرأ لك من اللاوين ستة عشر فيكفر عن القدس القدس هو الجزء الخارجي من خيمة الاجتماع وبعدين الداخل اسمه قدس الأقدس كل ده اسمه خيمة الاجتماع نعم من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم ثم يخرج إلى المزبح وينضح عليه من الدن بإصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل لأن الزبائح قدمت زبائح الخطية والإثم كلها قربت على هذا المزبح التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المزبح بعد ما بيدخل رئيس الكهنة بالزبيحة الثانية إلى قدس الأقداس يأخذ دم الزبيحة الأولى والثانية مع بعض ويدشن وكل خيمة الاجتماع من الداخل ومن الخارج والمرحضة والمزبح أيضا الذي قدمت عليه الزبائح أكمل في لوين 16 ويكون لكم فريضة دهرية أنكم بين بقاء التاريخ في الشهر السابع في عاشر الشهر آه في يوم عشر أبقى ويكثر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكثر وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة مصادفة أن يكون التتشين هنا والتتشين هنا بس هنا بيغيره الستائر وهنا يروحوا كل الخيمة من الداخل ومن الخارج يتم تتشينه طبعا لأن هناك ما في الزبايح خلاص خلينا نغيرها من هذه الخطايا التي تنجست بها ونخط ستر جديد وعلشان كده من هنا بنفهم اهتمام رسول الإسلام بالعاشر هو شايف حتى التأثير في مكة أنه في اليوم ده الكعبة بيغيروا فيها التوكسة هذا هو الاختراق اليهودي ليس فقط في المدينة ولكن حتى اختراقهم في مكة ونحن نعرف ورق ابن نوفل كان في مكة وخديجة كانت في مكة فكان هناك أيضا يهود ولهم وزنهم أيضا كانوا موجودين في مكة في حديث رواه أبو هريرة حدث به العين في عمدة القارئ خلاصة حكم المحدث إسناده جيد حدث به الصيوط في الجامعة الصغير وخلاصة حكم المحدث صحيح أكمل فقط هذه الفكرة عن هذا العاشر يقول صوموا يوم عاشوراء يوم كانت الأنبياء تصومه فصوموه يوم كانت الأنبياء تصومه صوموا أنت طيب إذن هذا اليوم الأنبياء من الأنبياء أنت عندك هم أنبياء بني إسرائيل يعني الأنبياء كانوا يصوموا اليوم فأنت صوموه وقدمنا حديث النقيد تماما أيضا رواه أبو هريرة حدث بيه الصيوط في الجامعة الصغير وخلاصة حكم المحدث صحيح قال عاشوراء عيد نبي كان قبلكم فصوموه أنتم هذا عشان يعمل الاختلاف بين وبين اليهود وفوجئنا أنه حتى اليوم الصوم يبدأ في تسعة عند العرب صحيح لأن يوم تسعة قبل غروب الشمس عند اليهود يوم تسعة بعد غروب الشمس هو نفس اليوم عشرة فيوم تسعة وعشر اليهودي يصادف يوم تسعة عند الأحباء المسلمين وبيجي عشرة يشارك عشراء اليهود أيضا اليوم التاني هذا التداخل هذا الترابط الكبير بين كل ما رأينا بصراحة لا يمكن أنك أنت تقول مصادفة ولا تقول هو تاريخ التاخد أو تاريخ بيتناسب أحيانا لأنه سنة دوارة يتناسب أيضا في عشراء عند اليهود عشرة تشري وناسب عشرة محرم الصعب لكن الأوقع أن هذا اليوم بهذه التطابقات هو يوم مسروق يبقى لي الضربات القاضية بعد ذلك طيب أنا بس عندي سؤال دلوقتي هو انتجرات حديثين في الآخر خلينا هاخدهم من المتأخر في الأول صوم نبي لو اعتبرنا النبي ده موسى نعم والأنبياء اللي هم من جاء بعد موسى صحيح فكلهم صاموا صحيح يعني إذن الأنبياء كلهم صاموا حسب دلوقتي يعني أنا ما كنتش أنا كنت واخد الحديثين دول على الأساس تناقض يعني مرة يقول نبي ومرة يقول الأنبياء بس دلوقتي الفكرة بتتضح أنه النبي موسى والأنبياء اللي جاء بعده صاموا نفس اليوم صحيح طيب انت بجاء كنبي دورك ايه عملته في اليوم ده خدته في الأول قلت وبعدين خلفت يعني انت خلفت كل الأنبياء ده كاف ان يخرجك من أخذوا قويس وبعد كده خلفوا باليوم التاسع يضيف التاسع صحيح وبعد كده نسخه لأنه كان فرضا فأصبح متروك على الاستحباب لو انت عاوس وبعد كده الأحباء المسلمين فاكرين انه دادين وانه فعلا محمد نبي وهو يقوم بهذه الأمور بكل بساطة وعلى المسلم الباحث عن الحقيقة عليك انك تتبع هذه الأمور ده بحياتك وما حتلوم إلا نفسك يعني انت لو في عناد لا هو ذاك لو أنا مش عايز أفكر حتلوم نفسك في الآخر والأبدية هي أبدية ما فيش حد حيدخل هذا العذاب الأبد حيخرج منه لا يوجد هذا الأمر إطلاقا وما فيش فرصة غير الحياة اللي احنا فيها بعد هذا الموت رب نيديكم طولة العمر ما في حد ليه الحق انه يفكر أو يغير رأيه انتهى تغيير الرأي تغيير المسار التفكير كله في هذه الحياة فعندك فرصة دلوقتي طيب المسلمين تركوا اليوم ده أو بيقى على الاستحباب باختيارهم عايزين عايزين مش عايزين مش عايزين احنا كمسيحيين تركنا اليوم ده ايه الفرق بيننا وبينهم ده تركوا ده ترك اقول لك اصلا احنا المسيحين مش تركنا لانه احنا ما اخذنا اليوم بعد ان تركنا طيب هذا الزبيح الذي هذه الزبيحة التي كانت تقدم في هذا اليوم هو المسيح ترمز الى المسيح ظلا الى الحقيقة ظلا الى الحق جاء الحق المسيح والعجيب جدا من يقرأ الانجيل حينما صلب المسيح على الصليب تقرأها في متة في مرقص في لوقة واسلم الروح انشق هذا الحجاب حجاب الهيكل نعم فتح الباب اللي كان رئيس الكهنة في اليوم ده بيدخل مرة في السنة عشان يقدم الزبيحة بصلب المسيح فتح الباب بدم المسيح فتح الباب فلان المسيح هو الاصل والحق وهو المرموز اليه فاكتمل هذا العيد في شخص المسيح فاحنا امنا بالمسيح الزبيح الحقيقي وهو اكمال الناموس ما جئت الآن قبل لأكمل الاكمال على ثلاث مستويات احدهما ان ما كان اكتمل في شخص المسيح هذه الاعياد اكتملت تماما كلها نعم في المسيح البر وبالتالي حينما امنا بالمسيح انه الزبيح كانت ترمز خلاصة واحد من هؤلاء يعني اذا كان زيد والسؤال زيد صدور الناس فيه مصاحف عند زيد وعند ابي بن كعب وعند حفصة فقالوا لعبد الله عبد الله بن عباس واحد من الناس ابن مسعود ابن مسعود عفوا اشكرك للتصحيح عبد الله ابن مسعود انا تقرأ على قراءة زيد قال ما لي ولا زيد ولا قراءة زيد ايه ايه دخلي انا بزيد ما انا زيد ده يعني هو اللح عمل المنظومة دي في الاخر كلها ثم يقول لقد اخذت من في يعني من فم رسول الله سبعين سورة وان زيد النسابة اللي بتقول لي اقرأ على قراءة ده كلام صعب لا يهودي له ذؤابتان انت عايزني اقرأ انا على قراءة زيد قراءة يهودي ده زيد ده اللي انتو خلتوه يجمع القرآن ده ده كلامه هو ده مش مرجع مسيحي نعم ده نقرأ الان من تاريخ المدينة ده مرجع اسلامي نعم يقول وان زيد بن ثابت لا يهودي له ذؤابتان يعني ايه ذؤابتان ادي زي ما انت شايف في الصورة ياريتني كبيرة كده الشعر اللي نازل على الجنبتين دول اسمهم زؤابتان وشبابه وصبيان وكمان حتى الكبار في السن لهم زؤابتين طيب ده زيد بن ثابت ده زيد بن ثابت اللي جمع القرآن اللي جمع القرآن اللي جمع القرآن ده ده اهم واحد فيهم ده القرآن اللي في ايدي المسلمين النهاردة ده جمع زيد مش جمع لا لا ابي الكبير اللي هو يعني يعني واحد من العتاولة في حفظ القرآن ولا عبدالله بن مسعود لا زيد وبعدين يصرحوا من الاسرائيليات بعدين يقول لك اسرائيليات لستكمل معايا لماذا زيد هذه التساؤلات انا اضعها لكم احبائي لماذا زيد في شرح نهج البلاغة عبد الحميد ابو حامد عز الدين قول ابي ابن كعب في القرآن لقد قرأت القرآن وزيد هذا زعلانين منه ازاي احنا دوص علينا الرسول لما يجمع القرآن احنا نعم وزيد هذا غلام له ذؤابتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب يعني ده كم يلعب مع صبيان اليهود طب هو ليه يلعب مع صبيان اليهود خلي بالك الحدى ديها رجع لها ليه يلعب مع صبيان اليهود هل هو يهودي ما بعرفش وحيد بيسأل هل هو يهودي ليه يلعب مع صبيان اليهود ومن شوية شفنا عبد الله ابن مسعود في هذا المرجع انت بقى تسميه مرجع محرف مرجع غلط مرجع برحتك انت لك الحق ناقش هذا الكلام مع نفسك لكن ليه هنا يلعب مع صبيان اليهود نعم وهل طبيعي يلعب مع صبيان اليهود وهو مش عارف لغيتهم ولا بيعرف لغيتهم طبعا دول أطفال صحيح ليه أنا بسأل السؤال ده خلي بالك حديث رواه زيد نفسه ابن سابد حدث بي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية الصغرى خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح وأيضا حدث بي أبو الحسن المالك ابن القطان في الوهم والإهام الواقعين في كتاب الأحكام خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح والوادعي صحيح والألباني في السلسلة الصحيحة صحيح والشعيب الأرنقوطي لابن حبان صحيح وحقرة أيضا موجود في صحيح ابن حبان في كتاب أخبار أخبار رسول الإسلام ذكر زيد بن سابد عن زيد بن سابد قال قال لي رسول الله أتحسن السوريانية كلام يعني حتسمعوا لا يعقل قلت لا قال فتعلمها فإنه تأتينا كتب ده محمد رسول الإسلام بيقول لزيد تعرف السوريانية قالوا لا بيجينا كتب كتب دي ممكن الأغلب يعني رسائل ترد إلينا وربما يكون أيضا كتب لكن الأهم إنها رسائل قال فتعلمتها في سبعة عشر يوما إيه ده بزمتكم كذا في واحد بتعلم لغة في سبعة عشر يوم مين ده مش ده اللي كان بلعب مع الصبية اليهود وهو صغير اللي لوزه آبتين زي اليهود هو تعلمها في سبعة عشر يوم أنا بسأل واللي هو أصلا بيعرفها فأنت تسأل نفسك طب بيعرفها ليه زيد بن سابد حاولوا التعتيم عليه وعلى أمور كثيرة خلينا أكمل معك قال الأعمش كانت تأتيه أي لرسول الإسلام كتب لا يشتهى أن يطلع عليها إلا من يسخ به أكمل معاك يعني زيد كان البديل لليهودي اللي مات في حساب عشراء المسلمين وتعلم السريانة في أسبوعين كتابة وقراءة ما فيش حد كذا مهما كان من الزكاء أنه يتعلم لغة كتابة وقراءة في أسبوعين يعني أنتم عارفين منطق لا يعني لا يمكن هذا الحديث بألفاظ أخرى إنه تأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها كل أحد فهل تستطيع أن تعلم كتابة السريانية قلت نعم فتعلمتها في سبع عشر يوما طبعا سبعة عشر يوما فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه يعني ده ده إيه ده ده خارق طبعا اتعلم اللغة في أسبوعين بحيث أنه يكتب ويقرأ ولا كان بيعرفه هاقول لك مشي معايا لحديث رواه زيد نفسه بيروي عن نفسه طبعا لأنه اللغة اللغة السبي اللي رجعوا بيها هي اللغة السريانية الآرامية اليهود كانوا في السبي فتعلموا الآرامية اللي هي السريانية اللي كانت كان اليهود بيحكوها فإن قلت لغة اليهود أي لغة حكاية التي يحكي بها اليهود هي السريانية صح إذا كنت قلت لغة اليهود هي صح برضه نسبة إلى آشور لأنه كانوا مسبيين في آشور يعني العبرية هي اللغة المقدسة ونشوف الآرامية كانوا بيتكلموها الكلام ده موسق في أمهات المراجع الإسلامية حديث اللي رواه زيد ناصر الدين الألباني عفوا نحدث به رواه زيد خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح وأيضا الترمزي وسنن الترمزي طبعا في سنن الترمزي وخلاصة حكم المحدث إسناده حسن أمرني رسول الله أن أتعلم السريانية ويروى وقال إني ما آمن يهود على كتابه قال فما مر بي نصف شهر ليه 17 يوم أو 15 يوم حتى تعلمت فكان إذا كتب إلى اليهود كتبته فإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم ويروى في النص هنا كلام خطير أنه أمرني أن أتعلم كتاب يهود أتعلم كتابة اليهود وكتابة اليهود هي السريانية وحيدة اللي بيقول كده بس لأرجعك للدراريستانية شرح هذا الحديث شرح الحديث وفي الحديث يقول زيد بن سابت أمرني رسول الله أن أتعلم له كتاب يهود أي أمرني أن أتعلم لغة اليهود وهي اللغة السريانية يبقى زيد بن سابت جامع القرآن يعرف السريانية يعرف لغة اليهود وبعد كده يقولون القرآن ليس فيه إسرائيليات وجامع هذا القرآن زيد بن سابد وكان هو اللي بيحدد يوم عشراء بعد أن مات اليهود اللي كانوا بيحددوله أنا آسف لازم أنطلق بسرعة شوية سمحيني طيب عندنا مداخرة بعد نتخلص نحو تحضر ضرب القاضي رقم اثنين لأنا مستعجي شوي حخلص بسرعة بنعمة الرب ضرب القاضي رقم اثنين تحت الشهادة الشيعية عن هذا اليوم في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ أبو جعفر بن الحسين القمي المعروف بالصدوق بابن بابويه ماذا قال في هذا الكتاب الذي أمامكم أذهب مباشرة إلى صفحة 85 وهو يتكلم عن عشراء كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان توريك خلصنا هنا في رقم 6 رجعت لرقم 6 عشان أشوف 6 تحت في الحاشية وأنا هكبرلك كده عشان نقرأ مع بعض قال أستاذنا الشعراني مد ظل يعني طول عمره في هامش الوافي اعلم أن يوم عشراء كان يوم صوم اليهود ولا يزالون يصومون إلى الآن وهو الصوم الكبير ووقت اليوم العاشر من الشهر الأول من السنة فلما قدم رسول الله المدينة كان أول سنة اليهود مطابقا لأول محرم وكذلك كان بعد إلى أن حرم النسيء وترك في الإسلام وبقي عليه اليهود إلى زماننا هذا فتخلف أول سنة المسلمين عن أول سنتهم وافترق يوم عشراء عن يوم صومهم وذلك لأنهم ينسئون يعني النسيء الشهر إلى زماننا فيجعلون في كل سلاس سنين سنة واحدة سلاسة أشهر كما كان يفعله العرف الجهلية فسام رسول الله والمسلمون يوم عشراء وقال نحن أولى بموسى منهم إلى أن نسخ وجوب صومه بصوم رمضان وبقي الجواز قال أستاذنا الشعراني أنه هذا يوم صوم اليهود اللي بيصوموا لحد النهاردة دي ضربة للأحباء الشيعة اللي بيقولوا أنه لا دا مش يوم شيعي ضربة رقم ثلاثة للأحباء السنة الشهادة السنية بهذا العنوان في كشف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس البهوتي في كتاب الصيام يقول يوم عشراء بالمد اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية ودي ضربة للي بيقول رسول الإسلام كان بيصومه في مكة دا بيقول لك الاسم أصلا لا يعرف في الجاهلية في التوضيح لشرح الجامعة الصغير الصحيح لابن الملقن كتاب الصوم باب صوم يوم عشراء وقال ابن سيده هو العاشر في الجامعة سمي في الإسلام خد اسمه في الإسلام ولم يعرف في الجاهلية وقال ابن دريد في الجمهرة هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية لأنه لا يعرف في كلامهم فاعولاء ما يعرفوش تاسوعاء عشوراء على وزن فاعولاء يبقى ده إيه ده مش عربي نشوف كمان في القاموس الفقهي لغة واصطلاحا شهادة سنية أخرى لسعدي أبو حبيب أكبر الخط عشوراء اليوم العاشر من شهر المحرم عند جماهير العلماء وهو اسم لا يعرف في الجاهلية بس الضربة القاضية فين في التوضيح لشرح الجامع عند الأحباء السنة الصحيح ابن الملقين كتاب الصوم باب صوم يوم عاشراء قال الخليل بنوه بنو هذا الاسم هذا اللفظ على فاعولاء ممدودا لأنها كلمة بص معايا كده بالتصوير البطيء كلمة دي إيه ها ها هتشوفها بالتصوير البطيء كده عبرانية الاسم ليس عربي تسمي إذن المصطلح ليس عربي فمتى كان العرب يسمون الأول أو لا نعم تاسع تاسعاء عشوراء ضربة القاضية رقم أربع لازم أسمعها دلوقتي أنا بعتبرها الضربة القاضية لهذا اليوم تماما وهو يعني كل ما سبق من أدلة وبراهين اسمعوا الشهادة اليهودية وهي الضربة رقم عشرة الشهادة اليهودية من حاخام يهودي نعم ضربة رقم أربعة أنا قلت إيه؟ عشرة آسف عشان عشوراء الضربة رقم أربعة بالمناسبة ما أتينا به ممكن نوصل للعاشر خلينا نشوف فيديو رقم تسعة اسمعوا وانسطو ونرجع مرة أخرى ثم اما أن الشيء الثماني يوم uh... وهيي الثماني يوم كبور وهيكييًا فهي الأن الثماني في هبرو الأن الثماني هي بللللعاوة ولللللالك يعني إليه ومثلين قليلاً دعوة البلادissions الارتقل التعليل الاشورة التي تتعليто من المسلمين أ secondoبيهم مستقلاً قد يتعلم أن ما نتعرف تلك مستقلاً ولكنه ليس نتعرف مستقلاً مستقلاً نحنظر مستقلاً تمتعرف بأي مستقلاً وانه من كبير مستقلاً والعويد من المهم وانه مستقلاً وقت شهر المصدرات الأولى وفي هذا السيء نحن نفسك أكثر من أجلًا لذلك أيضًا لا يمتلك لا يمتلك لا تحقق نفس الناس بلحبات لا تنبذل لا يمتلك الملات ونحن نفسك في السنغوية هناك في جميع سيارة وفي هذا المنزل وفي هذا المنزل أولاد سعطة الغيورية يسمى سعطة الحرية في المسلمات آرماية، وهي جوية قبل أسرة وملكي أمني أكبر من المشاهدون انظرها لأنه إقوال الأولى لتأكيد الأشرة بشكل سبيل المسلمين، أعلمني انهم دون هذا اليوم ولكنه ليس لنحن نتعادل فقط، إنه نتعادل فالأسرة and that is on the tenth day of the seventh month. In Hebrew, the word for ten is Asara. In Aramaic, which is a Jewish language, it is called Asora. And many of you, I'm sure, are already recognizing the Ashura because it is the equivalent to the ancient Ashura fast that some Muslims still, I understand, engage in this day, ولكنه ليس قطعاً قطعاً، إنه قطعاً قطعاً وكذا أنت سمعت وشفت ولك مطلق الحرية أنك أنت تختار حياتك الأبدية عايز تستمر في الإسلام وتعتقد أنه دين أنا أقول لك أن ما في الإسلام وما في القرآن هو 90% مسروق من الكتاب المقدس بصورة حوضعة مشوهة ومنهما سرق من الأساطير ومنهما أنتجه رسول الإسلام وفق رغبات جزيرة العرب وفي النهاية حياتك الأبدية أسمن من أي شيء فلو سمحت فكر لأن لا يستطيع أحد أن يقنعك غير السيد الرب صلي له وهو قادر على كل شيء شكراً لك، دعنا نأخذ أبو جابر من أوروبا أهلاً بك يا أخي أبو جابر، تفضل سلام للمساء لك أختي فدوى، سلام للمساء لك أخي وحيد أهلاً أخي وحيد حسن معك عزيز، تفضل يوم عاشوراء عند اليهود تصور أنه ما كان يشعلوا عور كبريتي لأنه كان يوم مطل عندهم كنا نروح نحن نشعلهم اللمبة كان يحموا اللمبة، تبعهم على اللمبة الأكل على اللمبة، لمبة الجاز وكانوا يدفعون لنا خمس قروش أو عشر قروش يعني تصور ماء ما كان يشربوا، كانوا صايمين، اليوم كله ما يمدوا إيدهم، حتى الحنفية ما كان يفتحوا أنا أنا مصدقك لأنه أنا شخصياً حصل معي هذا الأمر، كنت في يوم السبت عادي في الشارع، وحدة ست كبيرة في السنة ديتني، وكان معي بنت صغيرة مستغربة إذا بيحصل إيه، عشان عايزة تشعل سجارة، بس السبت مش ممكن تشعل، فأنا مصدقك إنك ده كان الأمر كده، تفضل يعني أخي واحد، ما هو نحني أنا جيراني كان يهود، أنا ممكن أسمي لك اليهودي كمان لا لا عفو، مصدقينك عزيزي كان مختار اليهود في مدينة القامسي واسمه أبو ميشيل نعم، فإذا اليوم كان يوم مقدس، يوم صوم، يوم نسك، يوم ليس فيه عمل صدقني أخي المبارك ما كان يمديد على شغله بعدين كلمت، نحن نقول لها عصره عصراء، يعني كل أتامي سريانية صحيح، 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 شكراً لك أخي أبو جابر أشكرك قديره وأله وفقكم، شكراً لكم وصلى مناجك أمين، الرب باركك عزيزي سلام، شكراً لك أخي فدوى كمان شكراً لك أخي أبو جابر، شكراً الله معك يا أمي الله معك طيب بسرعة كمان ناخد نادية من أمريكا عاجلا يا نادية تفضلي هاي سلام المسيح أنا عندي سؤال صغير أنا بصراحة في عندك عشورة بعرفها بس أول مرة وما بفهمة يعني بصراحة ما بفهمة يعني عاوزة تفسير مختصر لتاسوعة يعني هاي أول مرة أسمعها منكم يعني رقم تاسوعة يعني ممكن تشرحونا مختصر حتى لو في الحلقات القادمة تمام حاضر يا أخوة بل رب يبارك بل رب يباركك أختي له ببساطة تاسوعة حتى اليوم نطقه مش عربي فرسول الإسلام اقترحوا أن نحن نسم تاسوعة ونسم عشورة يعني حتى التركيبة هي تركيبة على يوم عشورة لأنه ما بيقول يوم تاسوعة الحديث الصحيحة ذكرت تاسوعة طب ليه أنت بتتكلم عن تاسوعة فالتاسوعة هو على وزن عشورة والعرب لا يعني يبنون هذه الأرقام بهذه الكيفية على وزن فاعلة أنا ذكرتها في المرجع منذ قليل يعني هي تاسوعة يعني يوم التاسع يوم التاسع يوم التاسع طيب إحنا نختم إحنا نختم إحنا بنعمة الرب دلوقتي خلصنا كده أربع حلقات عن عشورة الحلقتين اللي في الأول عن السنة وارجعوا لللي بيحضر دي أول مرة لو سمحت ارجع أحضر هذه الحلقات وكانت الحلقة السابقة الأسبوع السابق للأحباء الشيعة اليوم كان الفيصل لا يمكن إحنا قدمنا تطابق يمكن أن ندرجه بس تحت مصادفة يعني التاريخ ذكر أنه فيه تطابق تكلمنا عن أنه يوم بيغفر الخطايا فيه تطابق يوم تكسى فيه الكعبة فيه تطابق يوم ليس فيه عمل يوم تطابق يوم وفران يوم تطابق طيب ده صعب أن يكون مجرد مصادفات بتحصل كده إذن يوم عشراء هو يوم يهودي بامتياز سرقه رسول الإسلام شاف اليهود بيصومه قال إحنا حق بموسه لازم تفهم دي لأنه موجودة في مراجعك حتى عند الشيعة موجودة صامه بعد كده لقى نفسه تورط هو مقلد لليهود وماخد يومهم يعمل إيه راح عدل ونسخ وانت بقى لك الحق في أنك تفكر شكرا شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما نصلي لأجلكم من الحلقة الجاية سنرى أسئلة اليهود لمحمد اللي عملوا له اختبارات من خلالها تابعونا وصلوا لأجلنا تابعونا وصلوا للمشاهدين المسيحي بارك حياتكم تابعونا وصلوا للمشاهدين المسيحي بارك حياتكم